السلام عليكم ورحمة الله كده انتهينا من حل تمارين درس الكناية وكمان حلنا مع بعض تمارين درس المجاز المرسل وكده يبقى منهج الفصل الدراسي انتهى وهنبتدى مع بعض ان شاء الله نحل تدريبات شاملة على البلاغة طبعا كتاب الامتحان 2021 الصف الاول الثانوي اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلم وقد نبهن يروز في غصق الدجا اوى الى ورد كنا بالامس نومة فمن شجر رد الربيع ثيابه عليه كما نشر توشيا منمنمة ميز الصواب مما يليه نوع التشبيه في البيت التالت في البيت التالت بيقول ايه فمن شجر رد الربيع ثيابه عليه كما نشر توشيا منمنمة انا هنا مش ملاحظ يا جماعة كلمة مشبهة بكلمة يعني ما عنديش كلمة مشبهة بكلمة اذا ما عنديش تشبيه مفرد يعني ما عنديش تشبيه لمفصل ولا مجمل ولا بليل إذن التشبيه اللي قدامي ده تشبيه يا إما تمثيلي يا إما ضمني طيب أنا عندي أداة تشبيه أداة تشبيه موجودة إذن وأنا مغمط ده تشبيه تمثيلي لأن التشبيه الضمني استحال أن يكون موجود فيه أداة تشبيه طيب يبقى أنا كده حليتي السؤال من غير يعني ما نفهم السؤال بطريقة كبيرة ولكن تعالوا نفهم فمن شجل رد الربيع وثيابهو هنا يا جماعة بنقول إن الربيع إن فصل الربيع عندما يأتي يعني فيرجع للطبيعة مظهرها الجميل ويكسو الأشجار بالورق الأخضر تمام كما يرسم الفنان لوحة فنية جميلة ويكسوها بالألوان الذهاية يبقى عندك تشبيه صورة بصورة في وجود أداة التشبيه يبقى ده تشبيه زي ما قلنا تمثيلي بعد كده المحسن البدعي في البيت التاني طباق ولا جناس ولا تصريع ولا ازدواج طبعا مدام قال البيت التاني يبقى أنا ما عنديش تصريع نهائي هدور هنا على طباق ولا جناس ولا ازدواج أول حاجة هدور عليها هي الطباق أول حاجة هدور عليها دايما كده هي الطباق أو المقابلة قد نبه أن يروذوا في غسق الدجا أوائل ورد كنا بالأمس نوما نوما وينبهة نبهة عكس نوما نوما هنا بمعنى الغفلة يعني يبقى عندي هنا نبهة عكس الكلمة دي إذا ما بين ده وما بين ده طباق يبقى أنا اختار طباق بعد كده أتاك الربيع ضاحكا يطر الربيع بيضحك الذي يضحك والإنسان يبقى أنا شبه الربيع وكأنه إنسان يضحك يبقى طبعا هنا عندي حذف المشبه به لأنه شبه الربيع بإنسان يبقى الإنسان هو المشبه به فهنا حذف المشبه به يبقى طبعا عندي استعارة مكنية بعد كده حدد نوع الكناية وبين سر جمالها في قوله كاد أن يتكلم تعالوا نفهم مع بعض كاد فعل تمام كاد هو أن يتكلم يتكلم إيه يتكلم هو إذن هنا الفاعل موجود يعني الموصوف موجود في الجملة ما أنت قلت هنا هو قلت هنا هو يعني هنا أنت ذكرت الموصوف ومدام الموصوف موجود يبقى الجملة دي كناية عن صفة مدام الموصوف موجود يبقى كناية عن إيه عن صفة تمام تعالوا بقى نفهم ونقول كناية عن صفة إيه هنا في البيت الأول بنقول أتاك الربيع الطلق يختال وضاحقا من الحسني حتى كاد أن يتكلم يعني يختال وضاحقا من الحسني حتى كاد أن يتكلم من شدة الحسن وشدة الجمال إبدا كناية عن شدة الحسن وشدة الجمال كناية عن صفة وهي شدة الجمال بعد كده عن للآثر الشاعر الأسلوب الخبري في الأبياد أنت المفروض أنك حافظ إجابة سؤال زي ده أول ما يقول لك لماذا فضل أو آثر الشاعر الأسلوب الخبري التقرير ولأنه يتحدث عن حقائق غير قابلة للشك يبقى هنقول الإجابة دي بنفس النص كده بعد كده يقول عن ترى بن شداد في قومه وإن دارت بهم خيل الأعادي ونادوني أجبت متى دعيته بسيف حده يسج المناية ورمح صدره الحتف المميته نوع التشبيه في قوله صدره الحتف المميت شبه هنا صدر صدر الرمح بي الحتف يبقى عندك هنا مشبه وي مشبه به تمام طيب صدر الرمح مشترك مع ايه في الحتف مشترك في صفة الموت أو في شيء هو الموت الاتنين يقدوا إلى الموت يبقى عندك مشبه وعندك مشبه به وعندك وجه شبه ومدام طبعا عندك ثلاث أركان وكلمة بكلمة يبقى التشبيه ده تشبيه مجمل لأنه عندك ثلاث أركان من أركان التشبيه يبقى نختار هنا تشبيه مجمل بعد كده نوع البديع في البيت الأول مدام قالك في البيت الأول أول حاجة هتدور عليه هي التصرية ولكن هنا بيقول الأعادي دعيته يبقى ما عنديش هنا تصرية طيب ندور كده على الطباق وإن دارت بهم خيله الأعادي ونادوني أجبته نادوني أجبته دعيته أجبته يبقى عندك هنا طباق 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 في البيت الأول يبقى نختار طباق نوع الخيال في قوله يزجي المناية يزجي هنا يا جماعة بمعنى يصيب المناية أو يأتي بالمناية يبقى هنا شبه المناية أو الموت وكأنه شيء يقدم أو يأتي يبقى هنا جسم المناية لو الموت في صورة مادية يبقى استعارة مكنية حيث تشبه المناية بالشيء ما دي يقدم أو يأتي وحزف المشبه به إذن هنا عندي استعارة مكنية بعد كده حدد المجاز المرسل وبين سر جماله في قوله خيله الأعادي في البيت الأول هنا بيقول وإن دارت بهم خيله الأعادي طيب يا ترى هنا المجاز نوعه إيه يعني مثلا جزئية ولا كلية ولا إيه ركز معايا كده في كلمة خيله الأعادي هنا بنقول وإن دارت بهم خيله الأعادي يعني يا جماعة إن حدث عندهم حرب وإن جاءتهم حرب ودار بهم الأعادي يعني الحرب كده هي اللي هتدور طيب إيه آلة الحرب هنا آلة الحرب أو اللي مستخدم في الحرب هو الخيل يبقى هنا الخيل هي الآلة إذن هنا العلاقة هي الآلية يبقى مجاز مرسل علاقته الآلية وطبعا سر جمال المجاز الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة وإنت بتحفظ الجملة دي الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة بعد كده حدد نوع الكنية وبين سر جمالها في قوله أجبتو متى دعيتو أجبتو أجابة فعل مضوة تاهنة فاعل دمير مبني في محل رفع فاعل يعني أنت كده عندك الموصوف موجود في الجملة إذن وإنت مغمض الجملة دي كناية عن إيه؟ كناية عن صفة مدى ما عندك الموصوف طب هنا بيقول أجبتو متى دعيتو طيب يبقى كناية عن صفة إيه؟ كناية عن سرعة الاستجابة أو كناية عن تلبية نداء قومه يبقى هنا كناية عن صفة وطبعا سر جمال الكناية هو الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم طيب بعد كده يقوله عقل جر وأبكي فيدجر بي والدي وليس يلم بأمي الضجر أأنه فتشعر في صدرها كأن أنيني واخذوا الإبر تودوا لو أن الفدة ممكن فتفدي حياتي بنور البصر وتخلع إن تستطع عمرها علي لآمنة بطش القدر هنا نوع التشبيه في البيت التاني هنا جماعة بيقول كأن أنيني واخذوا الإبر كأن أنيني شبه الأنين بتاعه هنا يعني بيوغز بيطاعن الإبر تمامي يبقى عندك هنا مشبه اللي هو الأنين وعندك مشبه به وغزه وعندك هنا أداة التشبيه وعندك كلمة بكلمة يبقى طبعا ده تشبيه مجمل لأنه عندك واحد اتنين ثلاثة ثلاث أركان من أركان التشبيه إذن ده تشبيه مجمل رقم باء نوع الخيال في قوله تخلع عمرها في البيت الرابع في البيت الرابع بيقول إيه وتخلع إن تستطع عمرها عليّ لآمن بطش القدر طب هنا تخلع عمر هل العمر ده يعني شيء أو ملابس تخلع لا طبعا يبقى شبه العمر هنا بالملابس التي تخلع يبقى طبعا هنا عندك استعارة مكنية حيث شبه العمر بملابس محذف هنا المشبه به إذن استعارة مكنية بعد كده حدد نوع الكنية وضح سر جمالة في البيت الرابع وتخلع إن تستطع عمرها عليّ لآمن بطش القدر تخلع وهي انت عندك الموصوف موجود اذا كناية عن صفة والبيت ده جماعة كله كناية عن صفة ايه كناية عن صفة يعني التضحية والفداء من الام لابنها يبع عندك هنا طبعا كناية عن التضحية والفداء وطبعا سر جمال الكناية انت حافظه الاتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في اجاز وتجسيم بعد كده استنتج وسيلة القصر في البيت الاول في البيت الاول بيقول ايه وابكي فيتجر بي والدي وليس يلم بامي الضجر وليس الضجر يلم بامي يبع عندك هنا قدم مؤخر فقدم لك الجملة هنا يعني الجملة الفعلية على اسم ليس هنا يبع عندك هنا طبعا يعني اسلوب قصر وسيلته التقديم والتأخير تقديم ما حقه التأخير بعد كده يقول هاشم الرفاعي شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم الى الخصم العرينة ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين فيتخذون اخلاقا عذابا ويأتلفون مجتمعا رزينا المحسن البداعي في البيت التالت فيتخذون اخلاقا عذابا ويأتلفون مجتمعا رزينا ما عنديش هنا طباق ولا عندي هنا كلمتين شكل بعض ولا عندي هنا تصريع لاني تصريع في البيت الاول ولكن السم للبيت هنا لقطعتين قد بعض قال لي فيتخذون اخلاقا عذابا ويأتلفون مجتمعا رزينا ادى قطعة قد قطعة ده بيديك ايه بيديك حسن تقسيم وده بيبقى موجود في الشعر فقط بعد كده نوع الخيال في قوله العرين احنا قلنا لما بيبقى عندك كلمة واحدة فغالبا بتكون استعارة تصريحية فهنا بيقول ايه يعني ولم يسلم الى الخصم العرين فشبه هنا الوطن او البيت بيه يعني بيت الاسد العرين اللي هو بيت الاسد فهنا صر الرحب المشبه به يعني عندك المشبه به موجود لانه شبه الوطن او البيت بيه العرين والعرين موجود اللي هو المشبه به اذا استعارة تصريحية لانه صرح هنا بالمشبه به يبقى نختار استعارة تصريحية بعد كده حدد نوع الكنية واضح سر جماله في قوله لم يسلم الى الخصم العرين في البيت الاول هنا يا جماعة لم يسلم يسلم هو اذا هنا الموصوف موجود اذا ده كناية عن صفة كناية عن صفة ايه عدم الاستسلام لان هنا بيقول لم يسلم الى الخصم يبقى كناية عن عدم الاستسلام لم يسلق من الخصم البيت او الوطن يبقى عندك هنا كناية عن صفة وهي عدم الاستسلام ويقى التضحية من اجل الوطن طبعا سر جمال الكناية الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في اجاز وتجسيم بعد كده حدد علاقة المجاز المرسل وبين سر جماله في قولي الليالي الليالي تمام تعالوا نقرأ كده بالراحة شباب لم تحطمه الليالي يعني هنا المعنى شباب لم تحطمه او لم يحطمه الذمن لم يحطمه ايه الذمن طيب ايه علاقة الزمن بالليالي الزمن هو الكل والليالي ده ايه هي الايه هي الجزء هنا كتب الجزء وهو يريد الكل يعني هنا عبر بالجزء اي كتب الجزء ومدام كتب الجزء اذا العلاقة جزئية لما يكتب الجزء العلاقة جزئية يكتب الكل العلاقة كلي يكتب السبب العلاقة سببية وهكذا فهنا كتب الجزء إذن العلاقة جزئية وبكده بفضل الله نكون انتهينا من حل تمارين النهاردة نشوفكم دايما كده على خير إن شاء الله